جراء يعني تسمح لي هل هناك نية لدى الحكومة لزيادة منافذ التابعة للدولة في كافة المحافظات وده يمكن يكون يا فندم يعني اسلوب نقدر نخفض به الأسعار ونترك السلسل التجارية المتاجرة في أسعار السلع شكرا بس يا فندم يعني احنا عملنا هذا الكلام وقت رمضان وقبل رمضان والحقيقة يمكن انا عايز بس اشيد هنا بالمنافذ الكبيرة اللي عملتها قوات مسلحة ووزارة الداخلية لان ليهم كان دور كبير جدا وايضا المنافذ طبعا فيه جامعيات التعاونية واللي تبع وزارة تموين وايضا المنافذ اللي عملتها المحافظات التوجيه للمحافظات ان المنافذ دي تستمر وانحبقى موجودة على مدار العام وده اللي احنا احنا ان شاء الله بنأكد عليه انها ترضى الموجودة علشان يبقى فيه وفرة من السلع النقطة اللي قالها المهندس اشرف رئيس غرفة الصناعات الغذائية النهاردة يعني برضو لازم نبقى اخدين بنا الحمد لله مع الافراجات الكبيرة قبل كده كانت المصانع شغالة خلينا نتكلم ونعتارف كانت شغالة بقى أقل من خمسين في المائة من طاقتها فبالتالي كان فيه تحدي في توفير حتى الكم اللي مطلوب فمع النضرة ومع القلة الاسعار بتزيد ويبدأ للأسف بعض الدعاف النفوس يعني ايه اللي يخزن واللي يزود الاسعار بزيادة لكن النهاردة والحمد لله مفيش اي شكوى من الافراج عن السلع وبقى النهاردة زي ما بيقول فيه وفرة في هذا الموضوع الوفرة دي بتعمل المنافسة والمنافسة على طول بتؤدي الى انخفاض السلع الكلام ده هياخد وقته ويمكن زي ما ده احنا قلنا هذا الكلام احنا جماعة ما خرجناش يعني من الازمة احنا لسه قلنا احنا قلنا الحمد لله الاجراءات ماشية في التحسن وان ان شاء الله عام 24 حيبقى بيشهد التعافي الكامل من كل تبعات الازمة الاقتصادية اللي احنا وقعين فيها فالنهاردة ده اللي انا بقوله احنا بنتحرك بنتابع انما المصار ايه المصار نزولي في الاسعار وحيستمر ان شاء الله في الفترة الجاية وبنتابعه طول ما احنا الحمد لله الامور استقرت السياسة النقدية مستقرة بقى فيه توفر للعملة الصعبة بقى النهاردة المصانع شرقلة بكامل طاقتها فحنقدر النهاردة نتابع هذا الموضوع على مدار الفترة القادمة ان شاء الله